السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحصة السابعة المفيدة في النشاط العلمي القسم السادس ابتدائي أدوات تشتغل حسب مبدأ الرافعة أوتي فنكسينا سلون le principe du levier والهدف هو تصنيف أدوات تشتغل حسب مبدأ الرافعة يعني الأدوات اللي كتشغل بحالها بحال الرافعة يعني عندها نقطة ارتكاز عندها قوة التأثير عندها الحمولة إلى غير ذلك بينما كان سامير هذه وضعية الانطلاق بينما كان سامير يتفحص أدوات كالمقاس وكاسرة الجوز وملقة إزالة شهر ملقة إزالة شهر وعدة قال هذه الأدوات تشتغل حسب مبدأ الرافعة أجابته أخته نعم لكنها تختلف حسب موضع نقطة الارتكاز يعني كلك تكون عنده نقطة الارتكاز هنا الوسط كلك تكون عنده في الطرف هنا إذا كل وحدة يفعلا تشتغل حسب مبدأ الرافعة ولكن عندها تغير في نقطة الارتكاز مما جعل سامير يتساءل ونحن أيضا سنطرح سؤالا للتقسيم مثل سامير ونقترح بعض الفرديات إذا أبسط سؤال يمكن أن نطرحه هنا هو ما هي أنواع الرافعات وكيف نصنفها ونفترض أن هناك مثلا مقص والميزان وكاسر الجوز ومقص الأضافر وكاسر ملقطة السلطة أي هذه أدوات تشتغل حسب مبدأ الرافعة وكتعضينا أنواع الرافعات ونختبر فرضياتنا إذا أنجز تجربة المعدات عندي هنا مقاص عندي هذا الكاسر الجوز وعندي ملقطة إزالة الشعر استعمل كل من المقاص وكاسر الجوز وملقطة الحواجب ثم أحدد بالنسبة لكل أداد نقطة الارتكاز الـ .dappui هو هذا أنا أرى مسلوب A الـ .dappui هذه عنده الوسط المقاص بالنسبة لكاسر الجوز عنده هنا في الطرف وهنا الملقطة عنده هنا A.dappui هذه هي نقطة الارتكاز أو محور الدوران نقطة A موضع القوة التي تمكن من إنجاز عملية القص أو الكسر أو الالتقاد القوة التي نضغط بها لكي يقطع لنا المقاس لكي يكسر لنا الكسر لكي يقطع لنا الشعار هي النقطة F هنا نضغط على المقاس لكي يقطع هنا نضغط على كسر الجوز وهنا نضغط على المقاس لكي قطلنا الشعر ورمزنا له بنقطة F فوكس رمزنا له بنقطة F يمكنك ترمزنا بأي رمز وموضع قوة المقاومة قوة المقاومة هي La resistance هنا رمزنا المقاسة هنا يكون لدي الورق اللي غير قطع هنا يقاوم هنا يقاوم الجوزة هنا يقاوم الشعر يقاوم القوة المقاومة والقوة المؤثرة واسمناها R هذا هو النقطة R هي المقاومة أو قوة المقاومة أو القوة المقاومة أرسمتي بيانا ووضح فيها المواضيع الثلاث بالنسبة لكل أدات إذن أضع الرسومات عندي المقاس نقطة الارتكاز هي الوسط القوة التي نضغط بها هي في هذا الطرف والمقاومة هي عندي في الأخر هذا بالنسبة للمقاس لكن كاسر الجوز لدي المقاومة هنا القوة هنا كانت بركوة هنا على كاسر الجوز وهنا في نفك المقاومة وهنا لدي نقطة الارتكاز الملقاط نقاوم بركوة هنا من وسط يعني القوة هنا ونقطة الارتكاز تبقى في الأخر والمقاومة عند قطع الشعر يعني الصنف الأول رافعة نقطة الارتكاز في الوسط توجد نقطة الارتكاز بين مواضع ممارسة القوة قوة الرفع والحمولة القوة المقاومة بحل الشكل المقاس الصنف الثاني توجد الحمولة القوة المقاومة بين موضع ممارسة قوة الرفع ونقطة الارتكاز الشكل الكاسر الجوز الارتكاز الصنف الثالث والأخير وهو الصنف موضع ممارسة قوة الرفع بين القوة المقاومة ونقطة الارتكاز وهنا لديها القوة الوسط بحل المنقى هذا انتغ أبوي انتغ غيزيستان وهذا انتغ فوكس انتغ فوكس يعني انت تشوف غير ما هي الوسط وتسميتك الرافعة اذا كانت عندك النقطة ترتكاز لغترح انتغ أبوي اذا كانت عندك المقاومة الوسط تقول انتغ غيزيستان او كانت عندك الافوكس تقول انتغ موطر هذا انواع الرافعات الموجودة نمر الآن الى تمارين او ادون استنتاجاتي درنها استثمر او طبق احدد صنفة كل اداة وابين موضع القوة المطبقة وموضع الحمولة اي القوة المقاومة وموضع نقطة الارتكاز لدي صور كده هنا عندي هذا موضع نقطة الارتكاز يعني هنا نضع الحمولة هنا تكون عندك المقاومة هنا نضغطه لكي نضغطه وهنا نقطة الارتكاز هذه بالنسبة للأرجوحة البالانسواق بسكول هنا نضع قوة وهنا نضع المقاومة هنا نقطة الارتكاز هنا نضع اذا هذا مقاومة هنا نضع هنا نضع نقطة الارتكاز هنا نضع هنا نضع مقاومة هنا نضع هنا نضع هنا نضع كل طريق مقاومة تجد مقاومة هنا نضع اجهزة التي تستعمل فيها centres ثلاثة الارتكاز هناي نضع انتر 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 موتور ل witnesses �� ؤمن اول انتر انتر اول انتر انتر اب اول انتر اول انتر انتر على الكل في هذا مكان المطلق المساعدة تركت الابوية لدينا نقاط عرض الوصف وهنا هنا المقاوامات وهذه نقاط عرض الابوية لن أقوم بسيطة من كويفر لا يجب أن أسنق لفتح أم لفتح ضلط أو لفتح ضلط، ثم جناك، السيبوة التي سوى تحدثنا بحديثه لفتح ضلط أم لفتح ضلط؟ لأننا كلما كنت أتركنا ومن ثم السيبوة لإبقاء راتيس يجب أن يطلق الأفل على مفلوك في كويفر أو أفضل في كويفر؟ أجل أن تقوم بطبيعة لكل نقطة 3.5 كما يكون 2. ننقوم الآن إلى التمرير الموالي، دان لخور儿 يما سبعنا الجسم فنحن نفعه البراع هالبراع هالابان براع كان يسألة عشرة لذيبه يزيلة الأشياء ونقوم بعمل الكود على طابل كود نضيفه في المائدة ونقوم بعمل الكسام بطريقة ونظيف الموضوع نتحدث عن الشماء هناك الكود هناك كتب المقاومة ونقوم بعمل هناك المقاومة هناك كتب المقاومة هناك الكود ونقوم بعمل الكتب هناك الكود یقوم بعمل المقاومة هذه الخازة هناك الكود دي مومو كيليل الوردان كي فورني للافرص ما تريسيني طبيعي الشكونا وي لقي تين الواء مؤترا هو ودي سبس كيله روال دي كوكوكو در اوه وي نووان دابوي نووات ارتيكاس كيسو كيب روف أكلا فرص گزيس ده المقاومة هذا كل ما لدينا في هذا الدرس لا تنسوا تغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم باقي الدروس السلام عليكم ورحمة الله